يتواصل التقارب القطري الإيراني المثير للجدل ويتواصل تشبث الدوحة بالحضن الفارسي بعد انسلاخها عن الحضن الخليجي العربي علاقة مثيرة للجدل بين قطر وإيران دائما ما تكون محلة السائل لكن الإجابة القطرية لا تحمل أي مفاجآة للمتلقين كما هو معتاد عندما يتعلق الأمر بطهران فالمسؤولون القطريون سافقون وحاليون لا يدخرون جهدا في الدفاع عن إيران بل ويدعون للعيش معها في سلام رغم كل ممارساتها المهددة للأمن والاستقرار في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص فلطالما أطرقت إيران سهامها المسمومة نحو دول الخليج وانتهكت بذلك قوانين وتعهدات دولية فلا يخفى على أحد ما تفعله إيران من خلال أذرعها المنتشرة وسعيها الدائم لأحداث الفوضى في المنطقة وعلى خطى طهران تهرول قطر بل باتت الدوحة سباقة في غرس خناجر الغدر ونقض التعهدات كيف لا وهي من انسلخت عن الحضن الخليجي وارتمت في الحضن الفارسي وتحامت به تقارب في سياسة الغدر ونقض العهود ودعم الإرهاب وتمويله فوضى عارمة خلقتها إيران في المنطقة وزادت قطر النيران حطبا لتنال رضا الخميني وغيره من نظام طهران المستبد فهي الإبنة البارة لعدوة المنطقة اللدودة التي لا تعصي لها أمرا حتى وإن كان فيه دمار لمنطقة تربطها معها تاريخ وأواصل أخوة بين الشعبين ولعل البحرين أكثر من ذاق مرارة الغدر من الدوحة ونظامها بمباركة إيرانية